اهمية فريلا بقى اهمية عودة فريلا كابتن كامل هيعمل ايه محتاج منه ايه المطلوب من فريلا في الفترة اهميته ان الجمهور بيحبه بعشقه وجمهورية زمالك ما بينساش المدرب اللي بيجيبه بطولات للنادي الراجل ده من فترة كبيرة قوي ايام الكابتن هشام خد دوره كاس ده ما حصلتش قبل كده حاجة تانية جمهورية زمالك واثق فيه حاجة التالتة ان هو راجل شخصته قوي جدا بيعرف يوظف اللعيبة بكل البيرة وكل صغيرة هو عدو تفاصيل بها عدو كابتن بيعمل ايه كمان غير توظيف اللعيبة بيعلم اللعيبة طبعا طبعا يعني في زي ما انت قلت كده في شوية التفاصيل ممكن تبقى نقص عن دعاء محمود علاء ممكن تبقى نقص عن دئمام طبعا طبعا ممكن تبقى نقص حتى على فتورة انا اعتقد اعتقد اللي بيعملوا مع محمود علاء الفترة الاخيرة دي معاه مش هيقدر يعمل كده الراجل ده بيحب ان انت كل واحد يلعب في مركزه وليه متطلبات مركزه وبيحب يدفع كويس جدا خلي بالك الكرة اوروبية وكرة في العالم لو دفعت كويس هتكسب لما دفعتش كويس مش هتكسب بالدليل ان البرازيل كان احسن متخف في العالم وكان بيخسر عشان ما بيدفعش اما بدأ يدفع كويس البرازيل قسر الدول برشلونة خسر من بيرن عشان ما دفعش كويس خسر تمانية البرازيل نفس الموضوع لكن الراجل ده بيهتم بالحتة الدفع كويس جدا وكل التفاصيل عنده شخصته قوية زي ما بيقول لحظاتك غير كده كمان ان هو معاه معد بدني كويس جدا معاه محل الأداء وده حاجة بقت كويسة جدا في العالم انها جت دول عربية وجت مصر ان انت محل الأداء وده حخلي بالك على أيامنا ما كانش فيه للموضوع ده طبعا بيبقى عارف انت نقصك ايه وليك ايه وتحركات ازاي وبتعمل ازاي هو ده راجل انا كمان دايئتي جدا لما قولك ده عنده 75 سنة ايوه ايه 75 سنة وانا جاي بجيب واحد اللعب دفندر يجري في الملعب ولا حينزل يسخن اللعيب هو راجل بيخلي فيه مساعدين بيشتغلوا وهو بيقولهم انت تعملوا ايه الشغل واي حاجة بينزل الملعب بيعمل وراجل ده تفكير بيحط التشكيل وبحط اللعيب الأنسب فاهمني؟ لكن الراجل هو حابب انه هو يجي الزمالك كمان حابب انه هو يقود التجربة بمعنى الزمالك فاعتقد واللعيبة كمان وصلة لها ان الراجل ده شخصته قاوية جدا وده اهم حاجة يا كريم ايو مدرب عاوز انجح لازم يكون الشخصته كويسة ويكون فاكري الطريق اللي كان بيلعب بيها مع الزمالك تفتكيرها 4-3-3 4-3-3 حتى كروش بيلعب نفس الموضوع تناسب الفرقة دلوقتي اه بالنسبة لانت موضوع طريق حامد لا ما يكون مثلا لو انت حطت امام عشور لو طريق حامد ملعبش ماتش الوداد لا ما تحطش طريق امام عشور يلعب نص ملعب او ممكن لا تحط مثلا مثلا طرقة وانا اعتقد ان الرؤى في فترة دي الرؤى ممكن ياخد اه الفترة دي رؤى هيبقى لو طريق حامد ملعبش الرؤى هياخد فرصة وهيممكن يلعب امام عشور من احت اليمين وفتح نات الشمال ويلعب وعب شافي باكليفت وده عملها النهاردة او عملها في شتين عملها عملها وصامة نبيل عملها شهد التاق اخر ربع ساعة الراجل ده بحب الحاجات دي بحبها 4-3-3 وايس ورجوع طريق حامد هيدي فرصة كبيرة جدا ان الاطراف تشتغل كويسا كوروش عملها في مباراة ليبيا لو تتذكر وعمل حركة بتاعت ايمن اشرف كمان اه لا 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 بتكلم اول ما مسك في مباراة ليبيا لا ليبيا هناك المباراة اللي هناك اللي كسبنا 3-0 لعب فتاة في نص الملعب لعب النيني و لعب عبدالله السعيد و لعب حمدي فتح لأ كان حمدي فتحي 3 متالة السلية و عبدالله السعيد و النيني 3-0 ملعب يديرنا ان نستحوذ على نص الملعب و ديرنا ان احنا نكسب المباراة مباراة صعبة جدا فهو الراجل بحب كده هو ما بحطش في دباغه ان انا لعب ب 2 ديفيندر هو بلعب بتلاتة بتلاتة في نص الملعب عنده نازلة هجومية بس برضو كل واحد بيبقى عارف هيدافع فين ويهاجم فين صحيح